مرحبا واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد الفيديو رقم اثنين من اول لعبة كولف ديوتي بلاك اوب سيكس اللعبة القادمة اا ما توقعت ان بنزل خبر سيء عن اللعبة قبل حتى عنها تنزل ما توقعت اصلا اني بنزل اي فيديو قبل عن تنزل اللعبة واول فيديو بيكون اا ريفيو ولا الجيم بلاي للعبة بس اليوم صدموني بهذا الخبر اللي انتشر هو انتشر قبل فترة تقريبا لكن مرة ثانية الحين كأنه خلاص صار مؤكد يعني واللي هو بشكل عام الفيديو يقول لك انك تقدر تدفع زيادة للكولف ديوتي تقريبا قيمة القيمة الاشتراك هذا اللي بتكلم عنه اليوم عشرين دولار يحسن لك للصوت اتكلموا في الفترة الماضية عن تحسين للاصوات وانهن يكون ثري دي وانهن يعني من كل قهة وهذا الاشياء اا اللي تكلموا عنها في التطوير اا ما توقعت انهم بيسويوها حاجة مدفوعة اا بس مثل عنوانهم انه ذا تروث اا ذا تروث لايس اا الحاجة الاضافية طبعا بتكون اا في ستنج اا يونيفيرسل بروفايل اللي هو متاح للجميع free to all players كل اللاعبين يقدروا يستخدموا هاذي الاصوات موجودة من ستنج اللعبة تدخل هناك تو بتشوفوا فيديو عن الطريقة. اه دخلوا في اللعبة وتسويوا انكم تريدوا اليونيفرسل بروفايل. او انه يتيحوا لكم تقربة البرسونالايز بروفايل اللي هو اه اللي الحين نتكلم عنه قيمته كم? 19 دولار بس لمدة خمس سنوات. طبعا انتم ما تدفعوا دائما بتدفعوا لمدة خمس سنوات 19 دولار. لكن حطوا في بالك انه احتمال انه هذا الشي رح يفشل او اه يخسروا او او الناس ما تتقبلوا ا او اي تغير يصير بينهم اه بين لعبة وكول اف ديوتي اه وبعدها يقولوا لك خلاص مثلا عطيناك الحد ولا خفضنا قيمته لعشرة دولار او اي حاجة ثانية فانت ما بتستفيد بالضبط من الخمسة دولار. لكن اه قد تستفيد يعني قد تكون الفارق كبير واقت بين الاصوات في اليونيفرسل اه لمدة ثلاثين يوم بيعطوكم فري درايال. اه تقربوا اه هذا لهذه الخاصية اللي الحين قد ستتكلم عنها. اه بالنسبة للاصوات تقربوها لمدة ثلاثين يوم اذا حبيتوها تدفعوا 19 دولار ويكونوا عندكم مشترات لمدة خمس سنوات. اه الطريقة مثل ما تشوفو الحين. اه ها الفيديو. اه اول ما ما تفتحوا هذا البرنامج بتنزلو بيعطوكم يعني اه. بشكل عام انكم راح تستخدموا اه التليفون بيطلع لكم هذا البر كود. اه تبعوا البار كود اه تفعلوا اللعبة او تفعلوا الكاميرا وتبديوا تصوروا نفسكم اول شي بيطلع لكم انكم تدخلوا الفيس داخل هذه المساحة. وتتحركوا لقهة اليسار ولقهة اليمين ومن ثم اه تياخذ الاي اي يعني الذكاء الاصطناعي ياخذ فكرة عن شكل اذن مالكم. عشان يكون الصوت اوضح ما يكون بالنسبة لك. بعدين تروح من من اللعبة وتغير تسوي البرسونالايز لانك خلاص دخلت لسيتنج مالك. وبعد ما تخلص ثلاثين يوم تقدر تدفع المبلغ ويعطوكم اه يعطوكم اه يعطوكم هذا الاشتراك لمدة خمس اه السنوات. المشكلة انها حاجة اضافية انت بتدفع سبعين دولار. بالنسبة للشخص اللي بيشتري اللعبة. شوف يعني انت حتى تستخدم تستخدم تراكر. يعني كل حاجة مالنوب ستتوقع المفروض انه في التحديات راح يحذفو هذا الشي ما تقدر انك تستخدم الفكرة انك انت تشتري اللعبة بسبعين دولار او الشخص اللي يلعب وارزون ما يريد يشتري اللعبة فهو يلعب فور فري او تلعب فور السبعين دولار اللي دفعتها. في المقابلة يقيك شخص في اللوبي دافع لويش دافع للبرسنالايز ويكون عنده افضلية في الصوت اه ما اعرف يعني يمكن اللعبة اذا بغيت تزيد المبيعات ويحنا نعرف معظم ندعب تحب انها تزيد المبيعات يسويوا اضافات ثانية لانه ما تنسيوا انه هذا السنة قالوا ايش راح يستخدموا الاس بي ام اي اظنى اللي هو لا الام ماتش ميكينج بيست اون انجاجمنت ام ام بي اي اا يعني على حسب تفاعلك مع اللعبة اذا كنت تشتري اكثر يعطوك لوبيات افضل اا فيمكن اذا كنت متفاعل عن طليل قد دفعت تساط عشر دولار هذي او العشرين دولار هذي راح يعطوك افضلية في الكلز يعني شفنا مقاطع كثيرة حتى يعني كان الايم عندك مباشرة للراس ممكن هو يقتلك فقط لانه دفع زيادة في اللعبة على حسب شرحهم لكلمة انجاجمنت ما اعرف اا كانت في السنوات الماضية بيست اون سكيلز فاذا كان الكي دي مالك عالي يكون اصعب القتل بس هذي السنو راح يغيروه للانجاجمنت وما اعرف بالضبط واشي قصدوا بالانجاجمنت بس معظم اليوتيوبر يتكلموا عن انجاجمنت للعبة الشخص اللي يشتري الملابس اكثر الملابس اكثر سكنز وما الا ذلك هذا خاص للبلاستيشن خاص للبي سي وهنا خاص للبلاستيشن والاكس بوكس هذا نهاية المقطع اتمنى انه اعقبكم وان شاء الله انتظرون المقاطع اكثر لكولف جيوتي بعد ما تنزل بعد كم يومين من الحين او يوم ونص من الحين شكرا ونشوفكم في مقطع اخر شكرا شكرا